موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانة العربي الجديد قوات المعارضة السورية تهزم قوات النظام شمالي حلب خوجة لا تفاوض مع الأسد إلا على انتقال السلطة أنقرة وواشنطن نحو تدريب المعارضة السورية وتحرير جندي تركي حزب حمدين صباحي يقاطع انتخابات البرلمان المصري أما في العرب اللندنية رئيس الائتلاف السوري الجديد يرفض الحوار مع نظام الأسد في موسكو ليبيا تمنع حاملي بعض الجنسيات العربية من دخول أراضها لدواع أمنية السلطات الإيرانية تصور السجينات بكاميرات سرية وفي القدس العربي فقد جاء أزمة النفط تؤثر على حزب الله وإيران تفضل التخلي عن ملفها النووي إلى الأسد المعارضة المعتدلة تلقت دعما سعوديا وجمال معروف يقول خسرت كل شيء البحر المتوسط يواصل ابتلاع السوريين بعد رفض دول عربية استضافتهم عدد اللاجئين السوريين المتسللين إلى مليلة سنة 2014 يفوق عدد المهاجرين الأفارقة ألف وردة مع بطاقة شكر يوزعها السوريون في الدنمارك قوات التحالف الدولي تقصف مواقع نفطية تابعة لتنظيم الدولة وزير الأوقاف الفلسطيني يدعو العرب والمسلمين لشد الرحال للقدس وفي موقع سيريا نيوز فقد تعنونا لهذا اليوم قتل بقصف على قرية الحوائج بديرزور واشتباكات في العاميرية بحلب الأمم المتحدة قلق من القوانين الجديدة لدخول السوريين لبنان ليبيا تحضر دخول السوريين والفلسطينيين والسودانيين إلى أراضيها الأسد لمسؤول إيراني نؤكد على أهمية تمازج الرؤية الاقتصادية والرؤية السياسية مع إيران وفي موقع توركي بريس شركة أنطل تركية تنتج سوارا يحتوي على شريحة هاتف ويستطيع استقبال الرسائل النصية اس ام اس والبريد الإلكتروني ويمكن أن ترى بواسطته عنوين المطاعم والفنادق القريبة العاصفة الثلجية تتسبب بتعطيل المدارس ليوم واحد في تركيا داود أغلو يدعو المستشارين التجاريين الأتراك للانفتاح على الأسواق العالمية وفي وكالة أنباء الأندول أردغان يهاتف زوجة العسكري التركي المحرر الذي اختطف من قبل مهربين داخل الأراضي السورية الخميس الماضي ثم أعيد إلى تركيا بعملية ناجحة للاستخبارات الوطنية التركية لجنة برلمانية تركيا تقرر عدم إحالة أربع وزراء سابقين لمحكمة الديوان الأعلى مسؤول ألماني لو لا المهاجرين لا فقد مناصر بيجيد عملهما جريدة عن بلدي نشرت في افتتاحيتها بعنوان مسرحية العام جاء فيه لا يمكن تجاهل سياسة الأسد الناجحة إلى اليوم في الحفاظ على صورة نظامه الشكلية أمام العالم رغم خروج مساحات واسعة عن سيطرته لمصلحة المعارضة أو تنظيم الدولة الإسلامية لكن النظام الأسد لم يخرج في ذات الوقت عن نمط المسلسلات الكوميدية التي ينتجها إعلامه منذ تولي العائلة الحكم قبل أكثر من أربعين عاما قال الأسد الإبن إنه يقوم بجولة تفقدية داخل حي جوبر الدمشقي لكنه استعانى خلال زيارة خاطفة إلى حي الظبلطان البعيد نسبيا عن الخطر بطاقم الكمبرس نفسه الذي صور الحلقة الأخيرة في عيد الجيش على أطراف دارية يتفاجأ الجندي المرابط على الجبهة بسيد الرئيس إلى جانبه رغم تجهيز الاستوديو بالكاميرات قبل دخوله كما لم يخطر في بالي المخرج أن يرفع أمان بدقية الجندي على اعتباره يرصد مقاتلي الثورة عبر الطلاقية يزيد الأمر السخرية ضحكات الأسد التي اعتاد افتعالها لإظهار شيء من الراحة إذ تطفي على الصورة فكاهة حصرية لا توجد عند غيره ولو رشحت المسرحية إلى جائزة المشهد الأكثر غباء في العامل لفازت فيه بجدارة ولكن على الضفة الأخرى ورغم سذاجة المشهد هناك من يطبل ويزمر لخروج قائد من جحره وإلى منطقة يفترض أنها تحت سيطرته وإدارتها يعيدنا السيناريو إلى خطاب القسم منتصف تموز الماضي إثرى مهزرت الانتخابات الديمقراطية حين وعد الأسد وبضحكات مماثلة باستعادة رقة والمناطق الخارجة عن سيطرته لتتوالى بعدها خسائره في مطار الطبقة والفرقة 17 ثم يفقد السيطرة بالكامل كذلك في المنطقة الجنوبية حيث خسر قرابة 75 ألف كيلومتر مربع ويختتم العام بسقوط مدون لقواته في معسكري وادي الضيف والحامدية ما زال معته دمشق هذا وبسياسة الأرض المحروقة التي يتابعها بقواته يحظى بدعم واعتراف دولي لأنه يحفظ إلى الآن مصالح هذه الدول في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل التي تعتبر سماء البلاد نطاقا لتدريب واختبار طيرانها الحربي صدق المثل شر البلية ما يضحك صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لواء القنديل بعنوان إسلاموفوبيا محلية الصنع جاء فيه إذن لم تكن المسألة شطحة من شطحات عبدالفتاح السيسي في مناسبة غابت عنها الفلاتر حيث يبدو أننا بصدد حملة إسلاموفوبيا محلية الصنع يقدم فيها الجنرال أوراق اعتماده وكيلا عن اليمين المتطرف في أوروبا والغرب وتساعده في ذلك مؤسستان أزهر الشريف وجامعة الدول العربية ألتان تحولتا إلى إدارتين في مكتب الإمام السيسي يعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الرجل الذي جمع تحت عمامته الشمس والقمر بمعادلته الشهيرة أياما حصني مبارك الحزب الوطني قمر والأزهر شمس يعلن عن قيام رحلاته العاجلة المتجهة إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا لمواجهة ظاهرة العداء للإسلام الإسلاموفوبيا وأيضا عقب خطاب السيسي مباشرة يذهب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربية لافتتاح مؤتمر في مكتبة الإسكندرية بعنوان المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب برعاية السيسي وإذا لا يبدو أداء نبيل العربي مفاجئا حيث كان قد فعل شيئا شبيها إبان العدوان الصهيوني على غزة إن الإمام الأكبر الذي ينتوي القيام بجولات في قارات الدنيا لمواجهة الإسلاموفوبيا خارجيا كان أولى به أن ينطق بكلمة حق في وجه فوبيا الجنرال وهو يحرض في خطاب متلفز على الفكر الديني الذي لو لا ما كان طيب قد انتقل من أمانة سياسات الحزب الوضني إلى المشخة كان أولى بالإمام الأكبر أن يظهر شيئا من هذه الهمة وينطفض حين أريقت دماء مئات من المواطنين المصريين في الشوارع على يد جنرال الإسلاموفوبيا إن المدقق في تصريحات شيخ الأزهر الخاصة بالوضع السوري إبان حكم الرئيس محمد مرسي ثم بعد تولي الجنرال عبدالفتاح صيسي الحكم بعد الانقلاب سيرى عجبا فمن إدانة كاملة للنظام وانتصار لثورة الشعب إلى التركيز على داعش والنصر واللف في فلك الحديث عن مؤامرة دولية تبدو المسافة بعيدة للغاية نشرت صحيفة ديلي تيليغراف مقالا عن الهجرة من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا بعدوان السفينة الشبح وكيف جدد المهربون وسائل نقل المهاجرين باستخدام سفن كبيرة والتخلي عنها في عرض البحر وتذكر ديلي تيليغراف أن نحو 1700 شخص وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب قديمة العام الماضي ولكنها المرة الأولى التي يستعمل فيها المهاجرون سفنا كبيرة على متنها مئات الأشخاص ويلجأ المهربون إلى ترك السفينة في عرض البحر بقيادة آلية قريبا من السواحل الإيطالية حتى يضطر خفر السواحل لتدخل ومنع جنوحها المحتمل ولا تستطيع السلطات إعادة السفينة من حيث جاءت لأنها بلا طاقم وترى الصحيفة أن الدول الأوروبية مطالبة بوقف هذه السفن بمنع المهربين من شراء السفن القديمة ومطالبة المشترين بتحديد وجهة السفينة قبل مغادرة الميناء نشرت صحيفة الانديبندد مقالا للكاتب الصحفي روبرت فيسك بعنوان الفلسطينيون لا يتعلمون أبدا تعليقا على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ويقول روبرت فيسك إن محاولة عباس لانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تهدف ربما إلى مقاضات إسرائيل على جرائم الحرب في غزة ولكنها سلاح ذو حدين لأنها لا تسمح أيضا باتهام حركة حماس لأنها تسمح أيضا باتهام حركة حماس ويضيف أن الفلسطينيين يطالبون بالعدالة منذ أعوام وتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية في لهاي لإزالة جدار الفصل العنصرية وصدر حكم في لهاي لمصلحتهم ولكن إسرائيل لم تعبأ بكل ذلك ويرى فيسك أن أي فلسطين عاقل لابد أنه يأس منذ أعوام من هذه الحلول السلمية ولكن هؤلاء الحاذقين متمسكون بإهانة أنفسهم بالوجوء إلى القانون الدولي لحل نزاعهم مع إسرائيل ويتساءل ألا يتعلم هؤلاء العرب ويشير فيسك إلى معارضة الولايات المتحدة لطلب الفلسطينيين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وتوقيفها المساعدات المالية التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية كما أوقفت إسرائيل تحويل ثمانين مليون دولار من الضرائب إلى الفلسطينيين ويذكر الكاتب أن الولايات المتحدة عارضت طلب السلطة الفلسطينية كما سبق لها أن استخدمت حق النقد في مجلس الأمن الدولي أربعين مرة منذ ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين لمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير ويضيف أن ما حدث سابق تاريخيا أن الفلسطينيين يعاقبون من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لطلبهم التوقيع على اتفاقية دولية ثم يدعو القارئ للتخيل لو أن إسرائيل والولايات المتحدة أردتا من الفلسطينيين التوقيع على اتفاقية المحكمة والالتزام بالقانون الدولي ليصبحوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كشرط لحصولهم على صفة الدولة حينها لو رفض عباس التوقيع فإن موقفه كان سيعد دليلا على نواياه الإرهابية ولكنه لما أراد الفلسطينيون الالتزام بالقانون الدولي تقرر معاقبتهم موقع أخبار تركيا نشر مقالا لأكتاي المعظ بعنوان أردوغان لماذا يحبونه ولماذا يكرهونه جاء فيه أحبه الإسطنبوليون أولا وهم أول من تعرف عليه وعلى أفكاره وإنجازاته فمجرد أن تسلم أردوغان رئاسة بلدية إسطنبول تحولت المدينة في أسرع وقت من حال إلى حال ومن هنا بدأ نجم أردوغان في الصعود وكما هو الحال لأي صاحب قضية فإن أردوغان لم يردعه سجن أو ظلم فما تعرض له كان من أجل شعبه لذلك ما إن خرج من محبسه حتى أعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد ليحقق من خلاله ما يتمناه لبلاده من خير وتنمية وإصلاحه لذلك فإن حزب العدالة والتنمية ومنذ عام 2002 بات الحصان الرابح دائما في كل استحقاق انتخابي وعاد أردوغان ليبذل قصار جهده لتحقيق الحلم تركية الجديدة فعلى الصعيد الاقتصادي مثلا زاد الحجم الاقتصادي للبلاد أربعة أضعاف كما زاد الدخل الفردي للمواطن بنفس القدر كما بلغت قيمة الصادرات مؤخرا نحو 160 مليار دولار أي عشرة أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان للسلطة كما تم سداد الدفع الأخيرة من ديونها المستحقة إلى صندوق النقد الدولي لتصبح تركيا بذلك ولأول مرة بلا ديون للصندوق الدولي منذ 52 عاما وعلى صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان فإن تركيا شهدت في عهده تقدما كبيرا جدا فقد تم إلغاء جميع القيود على الحريات الشخصية والثقافية والدينية كما أن التعديلات الدستورية المتتالية خلال فترة حكم أردوغان رسخت مبادئ الدولة المدنية وإنهاء أي مظهر لعسكرة الدولة وهيمنة المؤسسات على الإرادة الوطنية ولكن كما هي العادة فلكل ناجح عداء وعداء أردوغان ليسوا في الداخل فقط بل في الخارج أيضا وعداء أردوغان هم واحد العلمانيون المتطرفون وهم أولئك الذين يحقدون على كل ما يتعلق بالدين والتديون وهم أقلية في المجتمع التركي ويتراجع وجودهم وتأثيرهم في الحياة السياسية والاجتماعية يوما بعضهم اثنان جماعة جولن وهي تلك الجماعة التي باتت تعرف بالكيان الموازي وهذه الجماعة كانت في بداية عهد أردوغان متحالفة معه ولكن مع سعي الجماعة إلى زيادة نفوذها وهيمنتها على مفاصل الدولة وخاصة مؤسساتها السيادية كالشرطة والقضاء واليوم تعتبر الجماعة وأنصارها المتشددون أردوغان عدوا أكبر لهم يجب محبه من الوجود ثلاثة أطراف خارجية هناك أطراف وقوى في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل وعدد من دول الغرب تكره أردوغان بسبب خلفيته الإسلامية وطموحاته الوطنية أربعة الدول المهيمنة على مجلس الأمن الدولي باتت تنزعج هي الأخرى من أردوغان خاصة مع نداءاته المتكررة لتغيير النظام العالمي القائم على هيمنة خمس دول فقط على مجلس الأمن الدولي خمسة النظم الاستبدادية في المنطقة مثل إيران وخلفائها كالنظام السوري والقوى الدائرة في فلكهما وبعض دول الخليج والنظام الإنقلابي في مصر مجتمعين على معادات أردوغان والعمل على تشويه صورته من خلال أخبار مفبركة وكاثبة ومن ناحية أردوغان نفسه فربما خطابه الحماسي يثير ردود فعل قصومه ويعطي لهم الذرائع لمهاجمته ولكن في نهاية المطاف هذا هو أسلوبه الذي يعرف به في السياسة التركية يحبه من يحبه ويكرهه من يكرهه بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة